موسيقى مساء الخير على كل واحد بيشوفنا معكم أحمد شريف برنامجكم شباب القمة كتير مننا بيقع في القاة ما بيعرفش أنه هو يطلع فكرنا كتير إزاي نقدم للشباب حاجة هدفة هدف البرنامج أنه لازم أنه نقدم عايزين ندعم الشباب فكريا إعلاميا ندعمهم بالوعي فعشان خاطر كده فكرنا كتير إزاي نبدأ البرنامج بتاعنا بشخصية تكون كرامز من رموز الشباب النكحة طبعا ما لقيناش أفضل من إن شخصية كانت كانت شخصية نكحة بعد كده بدأت إنها هي تقع في القاة مرة تانية والنجاح في كده إنه هو بدأ إنه يطلع من جديد وقع نفسه في مشكلة أغلب الشباب بيقع فيها كتير جدا بس النجاح في النقطة إنه هو عرف إزاي يطلع من جديد أو عرف إزاي ينجح أو عرف إزاي ياخد طريقه طبعا كتير مش هو إنه هو يشوف الضيف هنطلع فاصل ونكون معكم مساء الخير على كل واحد بيشوفنا دلوقتي معاكم أحمد الشريف في أولى حلقات برنامج شباب القمة فكرنا يا ترى نبدأ البرنامج إزاي ونستضيف مين لجاية ملقينا شاب وقع نفسه في القاة وبعدها طلع نفسه للقمة وإحنا جبنا النهاردة علشان خاطر إنه ما فيش حاجة مستحيلة وإنه طول ما إحنا لسه بنتنفس يبقى لسه فيه أمل معنا مستر أشرف عزب صاحب دار نقاها لمعالجة الإدمان طبعا كلنا شفنا الفيديو دلوقتي فحبيني أن حضرتك تعرف نفسك للجمهور هيكون أفضل أنا اسمي أشرف عندي 35 سنة متزوج بكريوست جورة جامعة القاهرة صاحب دار نقاها التغيير الأفضل للتأهيل والطب النفسي وعلاج الإدمان قولينا مستر أشرف إمتى بدأت الإدمان؟ الحقيقة إن أنا بدأت في سن صغير بدأ يظهر معايا بعض السلوكيات النهاردة عرفنا إنها سلوكيات إدمانية من سن تقريبا نقول 14 سنة أو 15 سنة إلى أن تطور السلوك دوت لأن أنا حاولت أجرب زي ما كل الشباب بتحاول تجرب النهاردة بنسمع كتير جدا إن فلان قاعد مع صحابه فاخد جرب ديت فيقوم أجرب ومن هنا بدأت الرحلة بتاعت التعاطي تمام طيب العيلة كانت شايفك إزاي؟ أو هل العيلة ما كانتش أخد بالها؟ حقيقة في فترة الأولانية بصراحة ما كانوش أخدوين بالهم إلى أن وصلت لمرحلة إن خلاص أنا وصلت للقاع زي ما حضرتك قلت في مقدمة البرنامج إن أنا خلاص بقيت يعني تقريبا فقدت السيطرة عن حاجات كتير جدا في حياتي وبدأ يظهر علي بقى خلاص يعني بوادر التعاطي بدأت تظهر علي لحد ما بدأ يظهر عليك أخدت كم سنة؟ أخدت حوالي سنتين تقريبا أو ثلاث سنتين كل السنتين دي العيلة مش أخد بالها أنك إنت بدأت سلوكيات تتغير؟ لا الحقيقة ما كانوش أخدوا بالهم أو كانوا بيكذبوا نفسهم لأن تقريبا الأسرة ما كانش فيها أي بوادر الحاجة زي كده ما كانش فيه فأفكارهم أنه ممكن حد في الأسرة يواجه مشكلة مع المخدرات أو مشكلة إدمانية قلنا مشوارك مع التعافي من المعالجة؟ الحقيقة أننا يعني مشوار التعافي بدأ بقرار الأول أننا بس خدت قرار أننا أتعافى وبدأت لجأت لمحاولات التعافي كتير جدا وتقريبا كلها في الأول بقت بالفشل يعني كان فيه كذا محاولة في الأول وفشلوا لأن الحقيقة أنني كنت بحاول أحل غلط كنت بحاول أحل بطريقة مش صح كانت تبقى إيه سبب الانتكاسات؟ سبب الانتكاسات زي ما قلت حضرتك أن أنا ما كنتش بحل الطريقة بحل كامل كنت بحل جزء وسيب جزء حضرتك طبعا ترددت الأكتر من دار زي ما بنسمع الفترة دي أن أغلب مراكز العلاج بيكون هدفها استثماري تمام؟ فطبعا في بداية التعافي من المعالجة تمام؟ فأكيد وجهتك مشكلة مع أكتر من دار أو أكتر من تجربة فإيه هي المشاكل اللي وجهتك وإزاي تصرفت معها؟ لا بص عشان أكون أمين مع حضرتك أنا في الفترة الأولى قبل التجربة النهائية اللي هي بدأت في يعني اللي هي اللي أنا متعافي بيها النهاردة ما كانتش المشكلة في المراكز أو في الأماكن المشكلة كانت فيها أنا كنت بخش أحل جزء واحد من ثلاث أجزاء المخدرات أزيتهم في شخصيتي كنت بخش أعمل اللي هي اللي بنسميها مرحلة سحب السمون بس وبطلع على الشارع فللأسف كنت برجع عن تكستان بداية التعافي من أو بداية فترة العلاق كبدا إيه؟ هل كانت من رغبتك ولا من رغبة أهلك؟ أو كان فيه حد ضغط عليك؟ ده الحقيقة عشان أكون أمين مع حضرتك كان من رغبة أهلي بضغط آه كان فيه جزء من الضغط أنا بدأت تقتنع بعد ما دخلت المركز إمتى قررت بقى أنك إنت خلاص مش عايز أنا عايز أبطل أنا عايز أبعد أنا عايز أتعالج إمتى بقى أنت أخدت القرار ده من نفسك؟ بعد شهر واحد من وجودي في المركز في الدار بعد شهر اقتنعت طب إزاي اقتنعت وإزاي انتكاست أكتر من مرة؟ لا انتكاست أكتر من مرة دي قبل ما خش التجربة الأخيرة قبل ما خش التجربة الأخيرة دار نقاها المرة اللي دخلت فيها دار نقاها هي المرة الوحيدة اللي أنا تعافيت فيها اللي هي الحمد لله متعافي فيها لغاية النهاردة ودي بسبب القناعات اللي أنا اقتنعتها لأن اللي كانوا بينقلولي الرسالة كانوا ناس شبهي ناس عندهم مشكلة مع المخدرات وعدوا بيها وبدأوا النهاردة ينقلوا لي الرسالة دي تمام طيب هل بيكون في فرق ما بين دار معالجة ودار نقاها؟ لا هي إحنا علاج الإدمان بيتم في مرحلتين أو في مركزين أو في مكانين تمام يتم المرحلة الأولى في مركز لسحب السموم لعشان المخدر يطلع من الجسم والمرحلة التانية بتتم في دار نقاها المرحلة التانية بتتم في دار نقاها إيه الفرق بقى ما بين دار السموم سحب السموم ليه ما نجمعش ما بين الحاكتين في مكان واحد لأ ما ينفعش نجمع الاثنين في مكان واحد لأن صاحب السموم هو الشخص لسه جاي من الشارع لسه جسمه فيه سموم لسه المخدرات مأثرة عليه فما ينفعش نقعده مع حد خلاص فايق مع حد يعني خلاص المخدرات طلعت من جسمه هنا بنعالج الجزء الجسماني بنطلع السموم من الجسم وهنا بنشتغل شغل تأهيل شغل نفسي أكتر في دار النقاة تمام ممكن حضرتك تكلمنا على مراحل العلاج في الدار بسيطة مراحل العلاج تقريبا شبه متشابهة مع كل الشباب يعني خليناكم بس متفقين هي مفيش سيستم ثابت يعني ما قدرش أحط قواعد ثابتة لكل المرضى لأن أنا مش بتعامل مع آلة أنا بتعامل مع بشر البشر ده عنده متغيرات النهاردة صاحي زاء زعلان بكرة صاحي فرحات فأنا ما حطش ما ينفعش أحط قاعدة لكل الشباب اللي موجودين في المركز ولكن هي في مراحل تقريبا شبه متفقين عليها كلنا في بداية المرحلة بيبقى الشخص بيقاوم التغيير شوية ما بيبقاش حابب وجوده في مركز للتأهيل ما بيبقاش مقتنع شوية بينا واحدة واحدة بيبتدي هو يبتدي يرأيبنا شوية ويبتدي يقتنع إلى حد ما بعد شوية يبتدي ياخد قرارات هو أنه لا خلاص عايز أبقى معاك وبعد شوية خلاص هو اللي بقى إحنا ماشيين وراه هو بيبقى حابب الموضوع ويبتدي هو يبقى مقتنع جدا يبتدي كمان ينزل أجازات لبيته ويرجع تاني على المركز فخلاص بتبقى خلاص الأمور مشيت يعني بشكل كويس إيه أغلب المشاكل اللي بيتواجهك مع الشباب اللي بتبقى لسا جاية جديد بوسها هو الحقيقة أن إحنا بقالنا فترة بقالنا حوالي سنتين أو تلاتة بنواجه مشكلة قوية جدا مع السن الصغير تمام الشباب الوقت بسبب رخص أنواع بعض المخدرات زي الستروكس اللي انتشر في السوق بشكل مبالغ بشكل غريب يعني عندنا النهاردة بيبتدوا إدمان من سن 10 أو 11 سنة دي إحصائيات ده مش كلامي يعني غير إن ده آه فعلي 10 سنين و11 سنة بيجربوا من موجة نظر حضرتك دي بتكون السبب أو الدافع لأن شاب زي كده أو طفل في المرحلة دي يخط تجربة التعاطي هل بتكون من ضمن ضغوطات من ناحية الأهل أو من البيئة المحيطة موجة نظر حضرتك بص ما فيش قاعدة بتقول إن ضغوطات من الأهل أو البيئة المحيطة تخلي الشخص يبقى مضمن ما فيش ليه؟ لأنه لو أنا وحضرتك دلوقتي يعني قعدنا كده جردنا أو شفنا قدامنا في الواقع هنلاقي إن في بيوت كتير جدا فيها ضغوطات بس الولد ما طلعش عنده مشكلة إدمانية هنلاقي كتير جدا في مشاكل أسرية في بيوت معينة لكن الأطفال ما طلعوش عندهم مشاكل إدمانية هو الشخص بيبقى عنده مشكلة إدمانية بيبقى طربة خصبة للتعاطي بيبقى طربة خصبة لإنه يجرب زمان كان ممكن يجرب في سن 15-16 سنة بسبب إن الأنواع مش متوفرة المخدرات مش موجودة النهاردة زي ما بقول لحضرتك انتشار بعض أنواع المخدرات خلاهم يجربوا في سن صغير رخص أنواع المخدرات خلاهم يجربوا في سن صغير لو مع مبلغ 50 جنيه هيعرف يشرب مخدرات يعني من وجهة نظر حضرتك إنه ما فيش سبب معين هو اللي ممكن يخليك إنك تتعاطى أو يخلي شاب مثلا في المرحلة زي كده إنه يتعاطى فيه ناس كتير بتبرر الموقف بتاحها عن طريق ضغط سواء ضغط اجتماعي سواء ضغط أسري سواء ضغط عاطفي أياً يكن فيه ناس كتير بتبرر أو بتحب إن يتبرر الإدمان أو المرحلة اللي دخلت فيها بسبب ضغوطات معينة بس يا فرنم الضغوطات قد تكون سبب ولكن ما نقدرش نقول إنه بنسبة 100% يعني ممكن نقول نسبة 1% ندي مبرر للشخص وفي الآخر برضو مش هندي له مبرر تبع عندكش أي مبرر في الدنيا إنك تخليك تاخد مخدرات لأن عندك طرق كتير جدا تطلع بيها من المشاكل دي سواء ضغط عاطفي أو ضغط نفسي أو ضغط اجتماعي إنك تطلع من المشكلة دي بأي طريقة تانية غير إنك تتعاطق لو النهاردة دينا الحق لأي شخص إنك طالما عندك المشكلة الفلانية روح تتعاطى يبقى مصر كلها تتعاطى لأن غزبا عننا إحنا عايشين في ضغوطات ضغوطات أسرية ضغوطات مادية أي أن كان فلو دينا المبرر دوت يعني أي حد هيروح يتعاطى هيلجأ للمخدرات بحجة إن لا أنا مضغوط لكن هو ما فيش ضغوطات هو فيه عوامل مساعدة للتعاطي احنا هنطلع فاصل وبعد الفاصل حضرتك هتشرح لنا أكتر إيه هي ما سرينا عوامل المساعدة تماما نطلع فاصل حابين إن حضرتك توضح لنا أكتر حضرتك عديت بتجربة زي كده وبقيت إنك إنت تحولت لمعالج فوجودة قصة الشباب اللي بتواجه مشكلة مع المخدرات بيحسسك بإيه؟ بص هو الحقيقة إن فيه مراحل بعدي بيها مش مرحلة واحدة وسط الشباب اللي بيعانوا النهاردة أو الشباب اللي بيخشوا المركز لأن أنا عندي بيبقوا مقسمين لجزئين عندي ناس لسه مش مختنعة زي ما وضحت في بداية كلامي لسه مقتنعتش بيها وبالدار وبطريقة التأهيل وبالكلام دوت وعندي الناس اللي هما تقريبا نقدر نقول إن هما تخرجوا من المركز تمام؟ الشباب اللي لسه مقتنعوش دول بيبقى الحياة التعامل معهم صعب شوية بيبقوا لسه زي ما قلت لحضرتك هما سايبين بيوتهم جايين قاعدين في دار للتأهيل كلمة إدمان شوية بتدايقهم مع إنه هما عارفين إنه هما في مشكلة واضحة وصريحة جدا مع المخدرات الشباب التانين دول بقى أنا بحس بسعادة لا توصف ويمكن حضرتك دي يعني أنا فعلا ما قدرش أوصفها سواء من الشباب اللي تخرجوا أو من أهليهم زويهم أنا الحمد لله بفضل الله بفضل الله عندي أكتر من ست دفعات متخرجين من المركز كل دفعة تقريبا أكتر من 30 شاب 30 شاب دول وقرنتهم بيوم دخولهم المركز والنهاردة هم متعافيين خمس سنين وست سنين واربع سنين ومع تفاوت مدة تعافيهم حالك مش متخيل لما بروح أعبدي على حد في شغل وأشوف حد تجوز أشوف حد تخلف الناس دي كانت ميتة ميتة فعلا يعني دي كلها حاجات جميلة وحاجات مشجعة جدا لبعض الشباب إن هي تواجه مشاكل بس إحنا معنا مشكلة مشكلة عمية مع أغلب الشباب إن هم ربطين الإدمان بالمخدرات تمام حضرتك كنت وضحت لنا مبل كده إن الإدمان أنواع فممكن تتكلمي باختصار عن أنواع الإدمان بص هو إحنا عندنا أنواع كتير جدا من الإدمان يعني هو ما فيش رقم محدد بس عندنا أكتر من ستين نوع إدمان عندنا إدمان عمل عندنا إدمان إنترنت عندنا إدمان أكل عندنا إدمان عندنا أنواع كتير جدا من الإدمان فهي إدمان المخدرات بس هو يمكن الأكثرهم شهرة يعني أو الأكثرهم الناس عارفين وبشكل واضح لكن في ناس كتير جدا عندها مشاكل إدمانية وهي ما تعرفش هل قابلت مشكلة في إنك إنت تطلع وتحكي قصتك فيه أغلب الناس بتقلق اللي هو أنا هطلع على الهوى هطلع على تلفزيون هفضح نفس إن أنا كنت مدمن طيب بص هو هقول لحضرتك ببساطة جدا إحنا توصلنا أو مش أنا اللي توصلت العلم توصل إن الشخص المدمن المتعافي هو أكتر شخص يقدر يساعد مدمن نشط فلو أنا تكسفت وغير يتكسف طب إحنا الناس دي هنساعدها إزاي أنا اللي ساعدوني لو كانوا تكسفوا ما كنتش أنا النهاردة قاعد قدام حضرتك متعافي فهي الفكرة إن أنا لا مش هتكسف وهفضل طول عمري عشان خاطر نفسي وعشان خاطر بلدي وعشان خاطر أولادي أبقى بنئ للرسالة دي أنا دايما دايما ماشي فيه فيه سلوجن كده حلم بحلمه إن إحنا نعيش في وطن بلا مخدرات أو في وطن بلا إبنان فطبعا مش هتكسف كل حضرتك بيقولوا حاجات جميلة اسمح لي بسؤال شخصي حضرتك طبعا متجوز عندك أسرة عندك أولاد تمام مظبوط متزوجوا معايا فريدة وحياة بسم الله ماشاء الله ربنا يبارك لك فيهم طيب ما فكرتش إن هم ظهورك كتير ممكن يسبب لهم إحراج مستقبليا الناس ممكن تاخد فكرة همية غلط أو تدايقهم باباكو كان مدمن باباكو كان بيطعاطى ما وإحنا بنا مع بعض دلوقتي في الحلقة أنا فريدة بتتفرج علينا فريدة عندها خمس سنين ووعية وفريدة عارفة كويس جدا وبزرع جواها النهاردة وبعلمها إن مش عيب نغلط مش عيب نغلط العيب إن إحنا ما نصلحش غلطنا والأجمل من إن إحنا بعد ما نغلط نصلح غلطنا إن إحنا نلقل الرسالة علشان غيرنا ما يكررش الغلط لو كل واحد اتعلم من الشخص اللي قدامه هو غلط في إيه وما جربش نفس الخطأ إن شاء الله إن شاء الله أخطأنا هتقل أنا النهاردة لما أعرف فلان غلط في كذا وفلان غلط في كذا مش لازم أروح أكرر نفس الغلط وأقول أنا هختلف عنه لأ أنا بعلم أولادي النهاردة إن آه أنا كنت وحش أو كان عندي مشكلة حلتها ولأ أنا مش حلتها واكتفيت وما كنتش أناني أنا حلتها وساعت مئات من الشباب إن هم هيتعافهم النهاردة وده أنا فخور بيه جدا قدام أطفالي وقدام أولادي وقدام المجتمع كله جميل جدا قصة حضرتك قصة مسابرة ومكافحة جدا وشرف لي ناقص دافت حضرتك في فقرة لطيفة زي دي ونتمنى إن نحن نوصل هدف البرنامج أو رسالة حضرتك لكتير من الشباب مش عيب كتير إن نحن مش عيب إن نحن نغلط أو إن نحن نقع زي ما مستر أشرف كان بيقول الحاجة الوحيدة اللي هي العيب أو الحاجة الوحيدة اللي هي الغلط إن نحن نقع وما نفكرش نوقف أو الحاجة التانية إن نحن بنحاول إن نحن نختار سبب لفشلنا فطبعا كتير من الشباب أول ما بتقعب يتدوروا على الحافز أو بيدوروا على أسباب كتير تكون سبب أو حجة لمشكلتهم أو المشكلة اللي هم وقعوا فيها فأكيد طبعا عايزين نكسر الحاجة الزوح عايزين كلنا طبعا نوقف من جديد وعايزين إن شاء الله نبقى الفترة الجاية أحسن طبعا تابعونا الخميس اللي جاي إن شاء الله صفحتنا على الفيسبوك برنامج شباب على القمة أتمنى إن كنتوا تشاركونا بقرأكوا بفكركم تشاركونا أعملونا مشاركات اقترحونا شباب إن شافينا إن هي شباب نكحة أو شباب تستحق إن هي تكون نمازج مشرفة مستر أشرف رسالة أخيرة في النهاية لو عايز توجه رسالة للشباب هتقول لهم إيه رسالتي للشباب إن زي ما قلت كده مش عيب نغلط كلنا بنغلط محدش فينا ملك مفيش حد فينا معصوم عن الخطأ العيب إنك ما تقفش تاني وما ترجعش تاني دور على حلمك خلي عندك حلم وخلي عندك أمل وخلي عندك ثقة في ربنا قبل أي حاجة وثقة في نفسك وفي إمكانياتك أنا لو ما كانش عندي ثقة في نفسي ما كنتش النهاردة قاعد قدام حضرتك متعافي بقالي 13 سنة وشهرين وحوالي 7 أيام جميل جداً أحنا كده نكون وصلنا لنهاية الفقرة طبعاً هنسيبكوا مع فيديو صغير لمستر أشرف بيوصر من خلاله رسالة للشباب ونشوفكم إن شاء الله لزواء اللي جاي سست مركز لعلاج الإدمان علشان ما يبقاش مجرد إن أنا تعافته خلاص فيه رسالة عايزة أوصلها فيه حلم عايزة أكمل به الحياة في التعافي ليست خيراً فبرنامج التعافي يجري إلى القوة احنا النهاردة بنثبت للعالم كله إن المدمن المتعافي هو بجد أقوى بكتير جداً من أي حد ندعي لو عايز السكينة اللهم منحنا السكينة لنتقبل الأشياء التي لا ما استطيع تغييرها والشجاعة لتغيير الأشياء التي ما استطيع تغييرها والحكمة لمعرفة الفرق بينهم شكراً شبابكم شكراً 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 شكراً